للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد هارون مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي وعضو الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي دكتور أحمد أهلا بحضرتك معنا في البداية يمكن هاخد من هذه الكلمة علم النفس الإيجابي وهل هذه الكلمة بتعني اكتساب سلوكيات جديدة أو نحن نشتغل على سلوكيات جديدة من خلال هذه الأزمة؟ أهلا وسهلا بحضرتك طبعا هو فعلا إحنا محتاجين دلوقتي نركز على السلوكيات الإيجابية لأن مضاهات أو مجابهة هذا الفيروس مش المفروض أن هي تكون بالتباعد الاجتماعي بقدر منحولها للتباعد الجثلي يعني لو بصينا كده لمجموعة كبيرة من دول العالم لابتدت دلوقتي في رفع الحظر التدريجي علشان خاطر تراهن على وعي المواطن بشكل فردي وزي ما حصل عندنا هنا في مصر أن الدولة قدمت كثير من الإجراءات الاحترازية وكثير من الناس ما سابعة إيه اللي بيحصل ولكن المسئولية الفردية هي أساس أي مسئولية مجتمعية ممكن تتم بناءً علينا مجليجي نشوف سلوكيات الأفراد هنلاقي اللي بيحكمهم مجموعة من الأفكار للأسف بتتلخص في شوية أخطاء تفكير زي التهويل مثلا حاجة مهل أن الناس تفتكر أن الإصابة بالفيروس هي نهاية العالم وأن ارتفاع عدد الإصابات هو آخر حاجة ممكن نعط عليه على المقابل هتلاقي خطأ أسوأ من أخطاء التفكير اسمه منيمايزيشن التهويل إن لأ ما فيش حاجة وإن المطارين صحتهم كويسة وإحنا نقدر نعدي أي أزمة زي ما عدناها قبل كده خطأ ثالث برضو من أهم الأخطاء اللي بتاحكم سلوكيات الناس اسمه المجنيسيكيشن أو التطخيم نحن نضخم جدا من الحدث بما يقلل من فرص استمرار عدد للإنتاج وده اللي بيأثر على الإخصاد سواء إخصاد الفرد أو إخصاد المجتمع وبالتالي إخصاد الدولة نفسه اللي ما أعتقدش أنه هو ممكن يتحمل أكتر من ده في ظل وجود عدد من الإجراءات تم اتخاذها في مماطق التوصيات اللي ممكن تكون قدمتها كثير من المؤسسات زي الجمعية الدولية العلم النفس الإيجابي إن إحنا نحول التباعد الاجتماعي إلى تباعد جسدي ما نقدرش إن إحنا نسميها مسافة اجتماعية في ظل إن مواقع التواصل الاجتماعي المستلسة دلوقتي بتسمح لكل البعاد إن هم يبقوا رايبين لكن نقدر نقول إن هو تباعد جسدي إنه مش شرط خالص إن عشان أقابل حد لازم أبوسه أربع بوسات ولو كانوا ثلاثة بس يبقى أنا مش كويس ومش بحبه الحب الكافي الشرط إن أنا لازم أقابل حد إنه يكون على مقروبة مني أقل من 100 سنتيمتر اللي هو متر كامل مش شرط خالص إن عشان أكون بدأ أطلع مشاعر الحب والامتنان للناس اللي حوالي إن أنا أخلطهم في استخدام أدواتهم الشخصية أعتقد إن إصابة المجتمع كله بهذه الجائحة هتعلمنا بعض السلوكيات الإيجابية طيب أنا طبعا فهمت كل حضرتك قلته كلام مهم جدا اسمح لي قف قليلا عندي كلمة التهوين اللي حضرتك قلتها لأنه الحقيقة إنه مع خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة بشكل تدريجي لطبيعتها مش في مصر بس لكن في كل العالم وإحنا بنرى إنه في بعض الناس بيستخدموا أو يعني الأغلب أو الغالبية من الناس بيستخدموا وسائل الوقاية الكمامات المطهرات طول الوقت بيقوموا فعلا بيأتباعد الجسدي زي محضرتك وصفته وبنلاقي إنه في بعض الناس اللي عندهم هذه المشكلة مشكلة التهوين بيسخروا منهم بيتريقوا عليهم أحيانا بيتصل السخرية بدرجة كبيرة وده طبعا لقلة الوعي إزاي ممكن نتصرف في مواقف زي دي؟ إزاي ممكن يتعامل الشخص اللي ملتزم بهذه الإجراءات الوقائية مع أشخاص آخرين بيسخروا منه لمجرد إنه هم عندهم تهوين أو مش مدركين خطورة الأمر؟ سوفي خلينا أقول لحضرتك على حاجة أن الأوارنس أو الوعي اللي احنا بنراهن عليه عند مستوى معين هو كله مرتبط مش بمستوى ثقافي ولا بمستوى تعليمي ولا بمستوى اجتماعي ولكنه مرتبط بحاجة مع السالف السيم اللي هو التأدير الشخصي إنك بتلاقي حد ممكن يكون تعليمه متوسط أو مش متعلم خالص إلا إنه عنده قدر عالي من إدراك هذه الأزمة المقصود بالبرسبشن هنا إنه بلاش أستخف جدا بالنقاط اللي ممكن تكون هتحول الأزمة لأزمة أكبر بلاش أستريع على إنه واحد بياخد إجراءاته الاحترازية ولبس كمانته ويستخدمه طهراته وإلا هلأيه إنه هو بيستخف كده ننصح الناس بإنها توجه له النصيحة في شكل مباشر وإيه لم يستجيب تتجنبه تماما تتجنب إنه هي تبقى على اختلاط مباشر بيه حماية لنفسها تتجنب إنه هي تبقى على استجابة لكل الطريقة بتاعته حماية للسكت تتجنب إنه هي تدينه مساحة من الاهتمام علشان خاطر نميت الباطل بالسكوت عنه التركيز على بعض أخطاء التفكير زي الناس اللي بتهون من الأزمة هي بتئذي نفسها مش بس بتئذي نفسها بتئذي غيرها كمان دكتور يمكن حب أستغل وجود حضرتك معانا في إنه يعني أزمة هذه الجائحة مستمرة وهي بحيان إن هي بقالها فترة ولسه ما حدش عارف هتنتهي إمتى وحتى الآن المعلومات اللي بتصلنا من خلال الأبحاث العلمية أو العلماء هي معلومات قليلة إلى حد ما إلى جانب التدعيات الاقتصادية وكل الأمور الأخرى لليه علاقة بالفيروس في تدعيات نفسية كبيرة ويمكن بأثرت على الناس بدرجات متفوتة هذه التدعيات النفسية كان لها أثر كبير في سلوكيات الأشخاص يعني بالتأكيد حضرتك بتقرأ وبتسمع عن كثرة المشحنات الزوجية مثلا كثرة الاختلافات بين الناس يعني هذه الأمور كان فيه ضغط يعني إزاي ممكن نحول هذه الجائحة لسلوكيات إيجابية يمكن ده اللي حضرتك بدأت كلام فيه لكن إزاي فعاليا نقدر نحولها لسلوكيات إيجابية ونستغل هذا الوقت وهذه المساحة في حاجات إيجابية مش في حاجات تضغط على نفسيتنا أكثر سؤال حضرتك ده سؤال قيم جدا وبيعكس يعني قدر عالي من الوعي في طرحه خلينا أقول له حضرتك أنه بيحمد شقين الشق الأول هو انخفاض مستوى المناعة النفسية عند الناس المناعة النفسية هي المقصود بيها بعض الناس تبدأ يظهر عندهم درجة عالية من التوتر مستوى عالي من الآلق بعض المزاج الاكتئابي شوية من الثرابات النوم وشوية من الثرابات الأكل يمكن فيه برنامج أنا سنتعامله برنامج يعني برنامج عليك اسمه المناعة النفسية وحماية الزهات اللي هو psychological immunity and self protection المقصود منه أنك متحسش في الضغط اللي قل المستوى المناعة عند بعض الناس لما فحصناهم أنه حاسس أنه محبوز غصبا عنه حاسس أنه متأيد طول الوقت لا أنت مش هتنزل بعد الساعة كذا لا أنت هتفضل موجود في البيت اللي قل للمناعة حضرتك تقصد النفسية ولا لها علاقة بالمناعة أيضا الجسدية يعني المناعة النفسية لما بتقل المناعة الجسدية بالسالة بتقل لأن الجسد هو مرآة النفس وحالة الإنسان النفسية بتنعكس بشكل واضح وصريح على حالته الجسدية اللي قل للمستوى المناعة النفسية عند بعض الناس بشكل مدائي أنهما حاسوا أن الأمر ده مخصوبين عليه يعني كثير من الناس لما كنت تسمعيهم قبل الأزمة كان يقولك إحنا مش لقين وقت نقعد في بيوتنا مش لقين وقت أنه نقعد مع نفسنا نفسي أقرأ الكتاب ده وما عنديش وقت إيه المانع أنه إحنا نشتغل من البيت ده الدول المتقدمة إيه المشكلة أنه إحنا يبقى بنرجع بيتنا في ساعة 8 ونقعد مع أولادنا طيب حصلت الأزمة حصل فعلا متضايق منه لأنه مش هو اللي اختاره لأنه هو حاسس أن يتفرض عليه وطالما حاسس أن يتفرض عليه مش بيقبله بالعكس قد يبدأ يحاربه يبدأ يهجمه يفكر أنه هو يختار قطاعات الحظر ده بعض الناس طبعا هنا بمستخدم من البعضية يعني مش كل الناس لوحظ برضو خلال الفترة اللي فاتت والتقرير ده لم يتم رصده في مصر ولكن تم رصده مثلا في نيويورك لأن هناك أقسام البنيس بتقدر تحصر عدد الخلافات الزوجية فاكتشفوا أن عدد الخلافات الزوجية في وقت الحظر زاد لثلاث أضعاف طيب زاد ليه لثلاث أضعاف لأنه هو متخيل أو مبرمج دماغه إن أنا قاعد بالوقت قصد عنه وهي شايفة إنه هو برضو قاعد في البيت قصد عنها فكل واحد شايف إنه هو مضطر لإتمام هذا الأمر والمفروض يستحمل الطرف الثاني هذه البرمجة الخاطئة بتشكل مجموعة من التشوهات المعرفية خلي الإنسان مش مستحمل كلمة من الثاني وقف له على الغلطة بيكبر اللي هو بيعمله بيقف معات مشاكل أكبر وده يخلينا كلنا استجاباتنا المفعلية أسرع وسرعة استثارتنا أكبر وده اللي حضراتك سألت عنه بسبب ارتفاع نسبة الخلافات الزوجية أو المشحنات الاجتماعية ولكن لو بصنا للأمر بمنظور إيجابي هتلاقي إن جائحة كورونا هي من الحاجات الإيجابية جدا اللي ربنا منع علينا فيها في الفترة الأخيرة أدركنا من خلال هذه الجائحة إنه ما فيش حاجة مستمرة وإن أي حاجة مهما زادت هي قابلة للزوال في لحظة أدركنا من خلال هذه الجائحة إنه ما فيش أدرك من حياة الإنسان ولا أكثر من إنه هو يحافظ عليه والأهم يا دكتور كمان الوقت أدركنا أهمية عمل الوقت ويمكن فيه ناس كتير قدرت إنها تستغل الوقت اللي هي يعني موجودة فيه وقدرت إنها تنجز أشياء كثيرة ويعني يريدت الناس كلها تعمل ده أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد هارون مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي عضو الجامعية الدولية لعلم النفس الإيجابية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر